اشتركوا في القناة بشكل عام هي مراه صعبة على حكم مباراة كابتون عادل الشوط الثاني نتيجة الاختبارات اللي هي داخل مواطئة الجزاء ودي بتبين معدن الحكم هل الحكم عنده قدرة وعنده تركيز ان هو إيركس في التفاصيل الصغيرة ولا لا النهاردة حتى الغندوري نهاردة انا بشوف من وجهة نظري والكلام ده من خلال حالات التحكمية اللي نجيبها انه قدر افضل مباراة مزبوط من الموارات اللي لعبها خلال هذا الموسم مستدولي ممكن الموسم اللي فات وحاول الكلام دوت ليه لنتيجة التركيز لنتيجة اللياقة البدنية العالية جدا نتيجة التمرق التمرقز الرائع كابتون عادل كابتون علاء في لعبة هتلقص كل الكلام ده والبعض قال ركل الجزاء على عمر السلية النهاردة انا بحي عمر السلية صراحة وحاول ليه ونجيب الحالة الاول ونشوف الحالة التحكمية اللي هي اللي خدت جدل كبير كده لكابتن شريف ونشوفها يلا ثانيا نروح للحالة المهمة جدا ونشوف ستوب تعال هاتل الغندونة هنا بيعمل لكابتون عادل بيقول ايه بيقول ايه بليون بليون خلي بالك تفاصيل الحالة لسا ما حدش يعرف الوقت لما تكون الحاكم النهاردة في هذا الموقف تمرقز الرائع بيقول بليون ايه هو شف حاجة كتير من الناس ما شوفهاش طب تعال نشوف الحالة من الشكل العام الكل قال ان فيه دفع من عمر السلية تمام من بعد الزوايا مش من كل تعالي بقى نشوف ايه اللي حصل في اللعبة ونشوف تفاصيلها يلا نروح نشوف عمر ستوب ارجع تاني من هو اللازن ينجح في لعب الكرة كابتل العلاق عمر كابتن شريف هنا طالما اللعب وصل للكرة ونجح في لعب الكرة كل ما يتعلق بيه التنافس العادل والسقوط ليس له وجود بره مضبوط انت اقول الكلام ده لو عمر النهاردة لو عمر نرجع تاني نرجع تاني لو انا نهاردة عمر السلية حط رجليه وما نجحش في لعب الكرة كابتل العلاق صح نشوف تاني ترجع تاني بعد اذنك من هو اللازن ينجح في لعب الكرة هو عمر السلية اللي هو نجح في لعب الكرة وبالتالي لكل بص على النص اللي فوق صحيح لقطة هاي لكا ولم يشوف مضبوط طبول النهاردة عمر توقيت رائع فيه انك انت تلعب الكرة وتنجح في لعب الكرة وبالتالي انه مفيش مخالفة بحي عمر السلية على تدخل الضقيق والرائع بحي يحمل غمر النهاردة على التمركز الجيد خلي بالك اللي عمر دي في ديئة 82 لم يكون الحكم عنده تركيز في ديئة 82 ويكون متواجد في هذا المكان ويقول العب ده انا بقى النهاردة بقول الغربة النهاردة قدار المباراة بكفاءة عادلة دي ممكن الحالة اللي كانت مهمة البعض راح لراكل الجزاء ولكن هنا شايف النهاردة ان هنا لا توجد راكل الجزاء نتيجة نجاح عمر السلية في لعب الكرة من لاعب الاتحاد يلا خلينا نروح للحالة الى بعد كده حالة من الحالة المهمة عند نشوف هنا طبعا هنا بنقول هنا هناك فرق بان استخدام الكوع واستخدام اليد هنا بنقول هنا اليد هنا لا ترتكي ابدا لي ان هي تبقى كوة زالدة وهنا بالتالي هنا كارت أصفر نتيجة التهور وهنا الكارت هنا مضبوط الانذار الصحيح لأحمد الغندور الحالة اللي بعد كده تاني نشوف ستوب ستوب تعالى في تنفيذ الراكل الرجونية ودي انا بقولها الغندور بقولها لكل حكام مصر كابتن ايمن تعالى هنا كابتن بقول ايه خلينا بس نقف على التمركس بنقول لكابتن هنا ستوب 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 بنقول الكرة النهاردة لو راحت على القريبة كابتن علاء هنا ده تمركز الحاكم بنقول له مفضلك طالما هنا راحت على القريبة سبرينت من هنا تيجي هنا عشان تشوف طب لا هي راحت على البعيدة تمركزك جاية هي مشكلة الغندور ما شافش ليه كابتن ايمن كابتن شريف هو ووايف ثابت هنا في الحتة دي ما تحركش شكرا بقول لو هو خط خمس ست خطوات هنا كان شاف المخالفة وبالتالي هنا النهاردة بحي وقى الفرحان اللي هو رجع وجابه في الفر وهنا طبعا لمسة اليد اليد طبعا خارج نطاق الجسم والتالي هنا خادت الحيز راكلة جزاء صحيحة للناد الاهلي على التنفيذ بنشوف هل التنفيذ صحيح ام لا نروح لحظة التنفيذ ونقف ستوب الكل خارج منطقة الجزاء والحارس هنا لم يتعدى خط المنطقة هنا التنفيذ عشرة على عشرة من أحمد الغندور الحالة بعد كده يلا نروح حالة من الحالات اللي بحي فيها جدا 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 أحمد الغندور هو هنا شاف ان فيه مخالفة والمخالفة هنا تنطبق تحت التهور والبطاقة الصفراء هنا احمد هنا بيخش بالتهور هو هنا سمح باستمرار للعب وده طبقا للقانون نتيجة تحت الفرصة ورجع تاني أشهر البطاقة الصفراء نتيجة التهور وده قرار طبقا للقانون كان قرار صحيح من أحمد الغندور يلا خلينا نروح للحالة بعد كده حالة اللي جاية يمكن أنا ممكن باخد على أحمد يمكن دي تفاصيلها ما كانتش موجودة ولكن هنا شايف هنا الدخول كان بالتهور هنا فوت ان فوت هنا الحزاء هنا على الحزاء وكان هنا على أقل هنا في بطاقة صفر كابتن علاء يمكن هنا هو ادى كورنر وما شافش تفاصيلها يمكن دي الحالة اللي ممكن اختلفت مع أحمد فيها كان يجب انزار هنا لاعب نادي الاتحاد نروح للحالة بعد كده نشوف الغندور النار النهاردة متواجد في كل مكان ونشوف هنا الكرة تسطاديم ثم هدف ونروح لسامي هالهل النهاردة اللي عمل مباراة عمره نهاردة سامي هالهل النهاردة بحقيك يا سامي النهاردة تركيز تمركز توقع كل شيء عامل نهاردة سامي هالهل في الحزي الحالة سمح باستمرار اللي عابد ثم عاد وقى شارة بالتسلل وان هنا دهار بيأكد صحة قرار الحاكم مساعد لا يوجد هدف لتيجة التسلل من الحاكم مساعد هنا حالة من الحالات المهمة تاني يمكن دي حالة تانية بقول يا احمد خلي بالك من الحاجات ديت يا احمد هنا كان على الأقل هنا ايضا كان هناك بطاقة صفرة لابد ان هي كانت تشهر هنا كريم هنا يمكن اللاعب هنا يعني بدون ما يشعر هنا داس على الفغد بالستارز شوف الحالة هنا يمكن توضح اكتر هنا اللاعب يمكن عشان مسافة قريبة وهنا الستارز نزل على الفغد بول ان ايضا دي تستحق الطاقة صفراء يمكن هنا الغندور مخشي بلو منها ومخشي تفاصيلها كثيرة وعدت من احمد الغندور حالة بعد كده جاية شوف هنا بنقول سامي هالهل تاني ونشوف هنا سامي هالهل النهاردة بيخش يعمل تعاون مش بس مع طاقم التحكيم ولكن هنا بنشوف سامي هالهل لما عمل يعني حالة جميلة جدا جدا وهو بيفك الشد العضل اللاعب الاتحاد وده طبعا ده سلوك محدش مطلوب منه يقوله كلام ده ولكن هو عمله بطوعية وانا بحقيه على هذه اللقطة الجميلة سامي هالهل النهاردة كان متميز في كل الحالات هل هناك حالات تانية هنا ما فيش حالات تانية كابتن انا بقلت ياني النهاردة ليه لغندور النهاردة افضل لان الحالة الوحيدة للنهاردة لانا قيمت عليها ليه في ديئة 200 مين اللي الكل راح فيه ركل الجزاء نتيجة الدفع احنا قلنا الكنون دايما بيقول ايه يا كابتن اسامة عندما ينجح اللاعب في لعب الكرة ثم يحصل بعد كده السكوت نتيجة الالتحام ده الالتحام طبيعي عندما امتى اقول ركل الجزاء لو عمر السلية النهاردة لم ينجح في لعب الكرة وبالتالي النهاردة بقول برافو عمر السلية برافو الغندور مبروك لنادي الاهلي تمنى نشوف اداء تحكيم تاني بنفس هذا المستوى اللي النهاردة شفناه كابتن ايمن ودي كانت اخر حالها شكرا جزيلا خبرنا التحكيم المتميز دائما كابتن ناصر عباس امتعتنا كابتن كالعاد شكرا كابتن ايمن شكرا وبانتهى الفقرة التحكمية اعزائي المشاهدين بنصل نهاية الاستوديو التحليل لمبارات الاهلي والاتحاد السكندري ضمن مباريات الدولي العام المصري لكل القدم والتي انتهت بفوز النادي الاهلي واحد سف وموصل التصدره لمسابقة الدولي العام عن جدارة واستحقاق الف مبروك للنادي الاهلي وتوفيق المبارات القادمة ان شاء الله في النهاية حابب اشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة كابتن شريف عبد النعم شكرا كابتن شرفتنا وامتعتنا شكرا كابتن ومبروك وعباء المبارات الجاية كلها بإذن الله الله يبارك فيه كابتن السماع عربي امتعتنا كابتن شكرا كابتن شكرا ايمن والحمد الله تعالى مهمين جدا جدا كابتن عبد الرحمن شكرا كابتن شكرا لكم ايضا اعزائي مشاهدين على حسن المتابعة وعلى امل ان نتقي بكم مرة اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنا واراك تحيا اشتركوا في القناة